ميشيل حيك يفجع الجميع بمفاجأة مدوية تحدث لهذه الدولة ميشيل حيك بتوقع غليان فغليان ثم انفجار وامر فوق العادة بيقضي بفتح ابواب سجن عمر البشير اسرائيل بالسودان استخبارات وعسكر وموساد والسودان بين عودة للوراء وخطوة للامام وسوف تتأزم الامور بنصف الطريق والتحدي سيد الموقف كما بيتوقع ميشيل حيك ان من قلب العاصفة الهيبة بوجه المرأة الايرانية والمرأة الايرانية ما راح تستسلم ارادة قيادية داخلية بتفرد تغيير ايراني داخلي وقاية الله الخميني ملو شوارع طهران وهالمرة كل الهيبة مش بس صوت وصورة لا مستحيل بين ايران والسعودية مواجهات عسكرية بحرية لا تعادل في الاهداف وبالصورة في غالب وفي مغلوب مش خليفة واحد لمرشد الثورة بل خلفاء للثورة التخصيب بايران على انواعه بفوق المعدلات ومجالاته واسعة وبعيدة وخطيرة الكل حيتفاجئ بهوية بعض المعتقلين بايران بالايام اللي جاية ومش كل اعدام اعدام بدليل اسلوب الاعدام اللي حنشوفه في ايران مش باقي قدام ايران وامريكا غير انهم يتفقوا على موعد الاتفاق مش على الاتفاق قاسم سليماني اسمه صورة لهدف مش للذكرى وايران بتهدي السعودية اللي بلش بايران ولو همت كام يوم بيرجع يقول من جديد وبعد بكير عن نهاية الرزنامة الايرانية مليانة موعيد واستحققات سوداء بمرة ما بيمر عيد النيروز مثل العادة رح يدفع الرئيس ثمن مساعي للسلام حيء الشرونة احداثها المستجدة وتدعيتها بتهزي الاعلام بتهزي الاعلام والرأي العام بيوع تنظيم داعش من نومه الاصطناعي لمرة ليتحرك على الارض بين مشهدين وبتشبع عز عز ايامه بكافح شجعان ليقول كلام متروك للاخر بتتقاطع الاسماء والادوار على شبكة آل جميل بتتحرك بدناماكية ضمن تكتيك مدروس بين المد والجزر بين الجد والحفيد والابن وعمه وأولاد عمه أحد نواب حاكم مصر في لبنان بيقبل التحدي وبيخطف الأنظار بيدفع حلكلة تتولع بلحظة بين الناتو وروسيا شائعات حول صحة رئيس بوتن بس مش كلها شائعات الكريملين بيشترطه بعكس الوقائع أوكرانيا بتقبل بأبرز الشروط زمن لعبة الرولات الروسية والحياة رهن الرصاصة وبيتمادى الزعيم الشيشاني رمضان كاديروف وبيتورط ومفاجآت على خط الرجعة بليلة بيفضل الكريملين والضياء ملوء الفراغ ديمتري متبديف وقصته وسره حيكون محور اللعبة بينشغل الرأي العام الروسي لبعض الوقت الخاص ومطبخه بمفتعلة وغير مفتعلة سلسلة من الأحداث بانتظار مريا زاغوفا جانب أساسي من النزاع الروسي الأوكراني حيكون على أياد عربية وبتنقلب هالمرة والشرق بيساعد الغرب بعض الكنيس ورموز الدينية بروسيا وأوكرانيا بيتحولوا لأهداف والأهداف مضادة طرف بيخص بوتين بيبشر أعداؤه رئيس الأركان الروسي هدف دايب مفتوح على كتير من الاحتمالات محطة رشاة دايب تقاوم كل الهزات والمحاولات ومحاولة اغتيال بوتين هالمرة ليها هوية وليها اسم وليها رمز وليها رقم الأحداث الضخمة والأهداف الأطخم بتتداخل وبتتشابك لتعمل من روما عاصمة بتحبس الأنفاس خبر أسود بيرافق كرة القدم الإيطالية على أحد الملاعب فجأة بتتلبد أجواء الكرسي الرسولي والغموط سيد الموقف بتتوالع عجايب التباوي ماركو ووحدة من عجايبه بتخلي كتير من اللي مش مؤمنين يأمنه الخطر بيسبح لجانب المراكب بالمياه الإيطالية الحكومة الإيطالية بمهاب الهزات المتلحقة وصمدها على المحك سقوط شخصية إيطالية من صف الرؤساء رح يكون الفرق كبير بين الأبيض اللي عم بيخطط لي البابا فرانسيس وبين الأسود اللي ناترو بابا السلام بقلب المغامرة وما بيتعكر سلامه مخطط إرهابي بأياد الاستخبارات اهتزاز معالم معروفة عالمياً زيارة باباوية بيصير فيها كتير من علامات الاستفهام وبينفتح عدد من الملفات من خلالها الزيارة الباباوية موجود استنكار وغضب على حدث مرتبط بساحة القديس بوتروس الفاتيكانية الفاتيكانية بوتروس وبولس رؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال حيتم محاسبتهم بتهم فساد إصرار ملك المغرب على المصلحة مع الجزائر شخصية عسكرية مغربية معروفة في بزار الرهانات استثمارات ساحية عالمية على أراضي المغرب والعقار المغربي لارتفاع رغم بعض الهزات ظهور جيل شباب يواعد بتتخطى مهاراته بكرة القدم الأبطال اللي حققوا الانتصارات في قطر بيوعى نادي تشيلسي على صدمة نارية وضجة حول صحة ملك بريطانيا بتعرض الملك تشارلز لما يشبه الانهيار العصبي بمطرح رح نشوف الحكومة البريطانية عم تتخبط بمفاعيل رجعية بالصورة وبالصورة بوريس جونسون مصيبة بانتظار رئيس الحكومة الحالي مظاهرات لندن تحركتها حتحرك أكبر روس وأعلى كراسي الشيخ طحنون بن زايد بيني من الإمارات على مفاجآت كبيرة وبيوقذها على مفاجآت أكبر مرة جديدة بتتجه الأنظار لبرج خليفة لنشاهد مفاجئة المفاجآت في إحدى تحركاته وزير خارجية الإمارات بيتحدى الخطر تداول اسم الشيخ محمد بن زايد في سجلات تاريخية دهبية وبيطرح بقوة في كواليس الجوائز التكريمية العالمية إمارة الشرقة على موعد مع حزن شديد وتمتين العلاقات وبناء جسور جديدة بين أبوظبي وقطر تغيير مناصب وتبديل مواقع بتركيبة الحكم في أبوظبي كندا حتتظهر بس مش كل المظاهرات حتكون سلمية تهتز القشة الأرضية كمان في كندا العلاقة بين كندا والاتحاد الأوروبي بتهتز وبتهتز بينها وبين أمريكا أيضا لفترة بتتوجه السهام صوب رئيس الوزراء الكندي وبيتلقى أكتر من إصابة مظاهرات غير طبيعية بطبيعة كندا المعروفة والمألوفة أما أخطر توقعات من شالحيك النهاردة فبيتوقع أعصار جنوني بين الكوريتين مفاجآت الموسم بمعزمها حيكون عنوانها كيم جون أون مفاجآة بتتمحور حول تجربة عسكرية غير مسبوقة بتهز العالم وفاجآة بتصيب كيم وإذا مش هو حدا مقرب منه مفاجآة بالخطف والإخفاء والتغييب ومفاجآة كبيرة مرتبطة بصحته مفاجآة مرتبطة بزياراته وزواره وأسرارهم وألغزهم مفاجآة من المفاجآت محورها العنصر الأنسوي بين مراته وبنته وشقيقته وبالصورة بمطرح عملية انتحار ظروفها غامضة طب أنا الآزق بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أهم وأخطر توقعات من شالحيك لعدد من الدول العربية وأيضا التوقعات العالمية بشكركوا جدا على حسن المتابعة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم وقراءكم ويدومتم بكل الخير والحب وسعادة